طيب هنروح لخبر تاني انتو طبعا عارفين نشاط الان بي اي او رابطة المحترفين الامريكية لكرة السلة نشاطها في افريقيا وفي العالم كله ودخلوا بفكر جديد هتقول لي يا كابتن ايه علاقة الان بي ايه بافريقيا طيب اللي مش بتابع خلينا اشرح له الان بي ايه هي منظمة او جمعية بتدير الباسكتبول في امريكا زي الاتحاد المصري كرة السلة مثلا بس هو مش كده لانه في اتحاد امريكي لكرة السلة الباسكتبول او الان بي ايه ده رابطة مش عضو في الاتحاد الدولي هي رابطة بتدير كرة السلة في امريكا بس مش هي الاتحاد الدولي او اتحاد الامريكي لكرة السلة طيب الان بي ايه هي هيئة يعني هادفة للربح هي مش زي الاتحادات الاهلية او الناشنال فيدريشنز بتبقى غير هادفة للربح ولكن الانبي ايه هي هيئة او رابطة تهدف للربح وده وضع طبيعي يعني مش هيصرفوا الملايين دي عشان ما يكسبوش وفيه مساهمين وفيه اسهم وقصة كبيرة يعني في موضوع الانبي ايه ده طيب هم حبوا يجددوا دايما عندهم ماركتنج وتسويق وتطوير والدنيا مش ماشية هناك كده يعني كل سنة زي اللي قبليها خالص كل سنة بتختلف عن اللي قبليها فهم شافوا من حوالي عشر سنين او اتناشر سنة ان هم لازم يتمددوا خارج امريكا وخارج القرى او امريكا اللاتينية او امريكا الشمالية او امريكا الجنوبية الجزء ده يتمددوا خارجه ويروحوا يغطوا قرات بالكامل خاصة ان زي ما حضراتكم عارفين عظماء اللعبة في كرة السلة من اصحاب البشرى السمراء خاصة افريقيا طبعا ده نهيك عن لعيبة اوروبا اللي موجودين بشكل كبير في الدور الانبي ايه نهيك كمان عن اسيا النهاردة بقنا نشوف لعيبة في الانبي ايه من الصين ولعيبة من اليابان فيه لعيبة كتير النهاردة بقت موجودة في الانبي ايه جنسيات كتير ممكن تلاقي فرقة كاملة الامريكان اللي فيها 3 ا4 فالنهاردة هم شافوا ان لازم الانبي ايه يتمدد خارج القرى فاسس الانبي افريكا واسس الانبي ايه يوروب واسس طبعا في اسيا الانبي ايه واسس في استراليا يأسس في كل مكان مدير تنفيذ الان بي افريكا بدأ الان بي افريكا يشتغل بدأ يشتغل ازاي الاول في الافريقيا بدأ يشتغل بكمبات يعمل كمب للعيبة الزغيرين يعني بدأ يبالي تواجد على استحياء الى ان مضوا تعاقد مع الاتحاد الافريقي لكرة السلة في با افريكا مضوا معهم عقد برعاية الان بي اي او برعاية الان بي افريكا طيب مضوا ايه مضوا الدولي الافريقي او الدولي الابطال الافريقيا مضوا عقد مع الفيبا افريكا هم يرعوه يعني يعني مفيش نادي هيشترك بيدفع مليم زي ما بقول لكم كده تنقلات انتقالات مباريات قتلات كل ده على حسابهم ولكن الان بي ايه من حقا هتسوق كل كل اللي حضراتكم شايفينه او كل المباريات بتاعته البال هو جزء من الان بي افريكا باسكتبول افريكا ليج اللي هو دوري الافريقي الكرة السلة وللنادي الاهلي بالمناسبة وحامل لقبه واللي تأهل بناء عنه لعب بطولة العالم اللي فاتت النهاردة الباسكتبول افريكا ليه كان حصل بعد التوتر خلينا اقول لكم برضو عشان اديكم الكواليس اللي مش هتسمعوه عند حد تاني حصل بعد التوتر ما بين الان بي افريكا وما بين قطاع الناشئين في النادي الاهلي طب ليه بتقول كده كابتن لانه عندنا اتنين لعيبة راحوا شاركوا في الان بي اكاديمي او التحكوا مش شاركوا التحكوا بالان بي اكاديمي من ناشئين نادي الاهلي سيف هنداوي وعلي عسران فالحقيقة حصل بعد التوتر وده وضع طبيعي خلي بالكم ان النادي الاهلي منجم منجم لعيبة كويسة في كرة السلة قطاع الناشئين في النادي الاهلي كرة السلة حاجة يعني صعبة جدا حاجة الله اكبر يعني بتطلع منجم لعيبة فالنهار دا البسكت بول افريكا الليج شافوا او الان بي ايه شافوا ان اللعيبة دي كويسة تم استدعاهم التحقوا بيهم بتبقى مدرسة داخلي بتتعلم وبسكت وبتتقوى دراسيا يعني اكاديميك وسبورتس للبسكت بس وبالمناسبة ما كانها في دكار السنغال وكانت قابل كده الاكاديمية دي موجودة في ساوس افريكا ويقال ان هتفتح فرق تاني في ساوس افريكا وبنوب افريكا هيفتح ولكن كل دا كلام لسه متحققاش ارض الواقع لانها بتاخد مصاليف كبيرة جدا البسكت بول افريكا الليج راح شارك اكاديمية عمل زيارة لقطاع الناشئين في النادي الاهلي وده وضع طبيعي جدا عشان ينشر الجلوجو او ينشر العلامة التجارية بتاعة البال البسكت بول افريكا الليج ده انتشار لان حضراتكم شايفين ده قطاع الناشئين في السورة اللي حضراتكم شايفينها دي ده قطاع الناشئين ده في مدينة ناصر اللي هو القطاع الاكاديمي الاكبر لكرة السلة في النادي الاهلي مين مدير مكتب الان با في مصر محمد عبدالطلب مهندس محمد عبدالطلب نائب رئيس الاتحاد المصري السابق بعد استقالته وعضو اللجنة الامباية السابق بعد استقالته ومسك مكتب الان با كاميرا الابطال ما فوتتش الحدث ده سجلنا التقريب ده مع القائمين والمهندس محمد عبدالطلب وعدد من اللاعبين هناك خليني نتفرج على التأكيد ده مع حضراتكم ويرجع لبعضتين شكرا على الضيافة وسعيد أننا أكون موجود مع نادي الأليو في حضركم نحن مبارح كنا بنحتفل على مستقل العالم كله بالولد باسكتبول داي فمبارح كنا في الغربية مع الاتحاد المصري كولا سالة بنفتتح ملعب وتجديد 30 مدرسة تجهزها للولاد والتلميذ اللعب باسكت أعلننا عن دوري حنبتدي إن شاء الله قريب بمبيا بالاشتراك مع الاتحاد المصري وأحد المطورين العقريين شريك لنا بدوري في غرب القاهرة والنهاردة إحنا جايين برضو تحت World Basketball Day اللي بقى Basketball Africa League النهاردة جايين للنادي الأهلي بنشاركهم بالاحتفالية داي النادي الأهلي بطل البطولة اللي فاتت وحيلعب إن شاء الله السنة دي في نفس البطولة وجايين القاهرة فعنده حمل عنده لود دفاع عن اللقب وتشريف مصر فالنهاردة جايين نحتفل بقى مع الولاد الصغرين أنا عارف إن كل المراحل السنية من 9 إلى 12 بيتمرانوا هنا في مدينة نصر فجايين بنوضع عليهم تشيرتات البييل وعشان بس يبقوا موجودين معنا في البطولة ويجوا يشجعوا الفريق إن شاء الله جث يوقت عن ناشين طبعا في نادي الأهلي مميز ونتائجه واضحة بقى له فترة وخوزوا بالمرتبط يعني الفترة الأخيرة كذا السنة بطول إن فيه شغل فيه منهجية شغالين عليها ودي بتريح النادي أو الفريق الدرجة الأولى إن فيه باي بلاين فيه خط بيمد الفريق الأول باللعبين والموهوبين دي حقيقة كويسة هدف من أهدافنا كـ NBA أو BL إن زيادة عدد الممارسين والمهتمين والمتابعين إذا كان NBA أو BL فحببنا النهاردة إن إحنا نكون موجودين هنا المرحلة الصغيرة داية نفرح معهم ونحتفل معهم باليوم العلامي لكرة السلة ونهديهم حاجات كده من عندنا ويبقى هم قللهم فرحانين إن هم بياخدوا التيشرت بقى يبصي بإحنا إحنا أفهمتها السعادة إن الولاد الصغرين دول كلهم بيلبسوا التيشرت بتاع الـ BL أو بتاع NBA أو Junior NBA بيكونوا الحتة اللي هي بيحصل لهم إنجيجمنت أتتشمنت للدورة عندنا بتبع حاجة دا الهدف الأساسي بي هيا لما كنا استضافنا هنا في برنامج الأبطال المسؤولين عن الـ NBA أفريكا أو البسكبول أفريكا ليك سواء أما دوما ما دوما أو فيكتور لما كانوا ديوفنا هنا في الستوديو كان عندهم هدف الهدف إنه كل أفريقيا تلبس تشرتات وتتكلم وتلعب بسكت يعني يبقى الـ NBA معروف وده فكر تسويقي عالي جدا النهاردة الـ NBA كان زمان يقولك دا العيب راح كان لازم أنت بنفسك اللي تروح للـ NBA يشوفوك النهاردة الـ NBA هم موجودين وصطينا لو العيب مميز أكيد هيشوف طريقه وهيختروه وهياخدوه على الـ NBA هناك فالنهاردة دا شغل تسويق شغل ماركتينج شغل بيدوروا على شركاء يكونوا معهم وسبونسرز في كل حتة في العالم فالحقيقة فكر جديد وفكر يحترم دايما بتلاقي الرياضة الأمريكية سباقة بجديد وده الحقيقة يعني موضوع مفروغ منه